هو مين بيحدد الأدوار مبدايا؟ الاتنين لازم نحدد نقول كل واحد فينا هيعمل ايه ولا بنسبها كده؟ لا لا أقولك حاجة بص يا الشام أنا عندي راجل وعندي ست الراجل دايما معروف عنه أنه هو بيكون راعي ببيته ومسؤول وهو يمتلك القوامة والست برضه راعية ومسؤولة وليها أدوار معينة حل؟ أنت لما بتيجي في مرحلة الارتباطة في مرحلة الجواز بص أنا عايز أقولك حاجة في بعض الأزواق بيغلطوا غلطة كبيرة جدا أن في واحد منهم بيحمل كل المسؤوليات على الطرف التاني والطرف التاني بيكون في البداية عنده الحماس أنه هو يعمل ده ويشيل بقى مسؤوليات ويعمل مسؤوليات ويشيل أدوار زيادة ويشيل أدوار وحاجات كتير فبيخلي الطرف التاني حتى لو هو عنده الإحساس ده من الأول أنه ما يتحملش المسؤولية بيخليه أنه هو يزيد في عدم تحمله المسؤولية أكتر ليه؟ لما يكون مثلا راجل بيشتغل أو عنده الأمور المادية أو عنده شغل وزوجته مهتمة بالولاد بتوديهم الدروس وبتنزل تجيب الطلبات وبتعمل حاجات كتير ومعها رايح حاجات كتير جدا الراجل بيبدأ يتعلم الإتكالية والإعتمادية والعكس صحيح لو الزوجة برضو نفس القصة عندها راجل بيشيل كل حاجة بتبدأ تبقى كسلانة أو خملانة أو بتتعلم الإتكالية أو الإعتمادية طيب ده مع شوية كده مع الجواز بيعمل إيه؟ بيضمر العلاقة الزوجية والحياة الزوجية ما بين الزوجين ليه؟ لأن أحد الأطراف اللي شال كتير هيتأثر الأول صحياً ونفسياً بمعنى أن أنت لما عد أضغط عليك أضغط عليك أنت صحياً بعد فترة هتقع نفسياً هتقع لأنك شلت فوق طقتك النفسية وتحملت كتير هتيجي بقى تطلب بعد ما تعبت صحياً ونفسياً من الطرف الثاني اللي أنت أصلاً عودته من الأول وهو كان عنده البداية للحتة دي عودته أن أنت بتشيله وتتحمل وإنت بقى اللي شال كل أمور البيت اطلب منه بقى أنه هو يشيل معك هيقول لك أنا ما تعودتش أن أنا أشيل يبقى مين اللي غلط الغلطة دي من الأول؟ أحد الأطراف اللي خلى أن فرصة للطرف الثاني بس الغلطة مشتركة هي الغلطة مشتركة بس بيبقى فيه واحد من الأطراف عنده البداية للنقطة دي بس الطرف الثاني شال وتحمل على نفسه كتير قوي طيب أنت حملت على نفسه إن تجيت وقعت اطلب بقى من الطرف الثاني يقول لك أنا مش قادر أنا ما تعودتش أو أنت جاي بعد ما تجاوزنا الفترة دي تقول لها تقوليه اعمل لأ أنا تعودت بس في حاجة اسمها أصلة وتربية وأخلاق ده بيرجع لإيه بقى؟ المفروض تحكمه وتحكمني بيرجع للاتفاق في الأول بمعنى إن الرجل عنده مسئوليات والزوجة عندها مسئوليات والحياة الزوجية هي مشاركة زوجية ومشاركة مجتمعية أنا بشارك وانت بالشاركة ليه؟ لما أنا شارك وشيل وهي تشارك وتشيل إحنا اللي اتنين بند فرصة إن إحنا نكمل الطريق مع بعض بنفس القوة طيب حد شال أكتر وقع أكتر ولما يجي بقى يعدل الدفة تاني للأسف مش هتتعدل لأن الطرف التاني بقى اتكالي واعتمادي ولما تيجي تقوله إيه؟ من يقولك لأ أنا خارج مع صحابي لأ ده أنا عندي مشوار لأ ودي أنت الولاد دروس لا 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 معامل أنت مش عارف إيه يبقى يا جماعة من الأول محدش في العلاقة الزوجية أو في الحياة الزوجية يجي على نفسه قوي ويوجع نفسه قوي علشان خاطر قوي دي في النهاية هتوجعك قوي وهتخليك تشيل فقطقتك قوي ما هو ده ممكن يا دكتور